ولد الممثل والمنتج السوري فراس إبراهيم في 11 من كانون الأول ديسمبر عام 1965 هو ممثل هادئ وموهوب حساس وجاد ولا يحب الخلافات والصراعات والمشكلات فراس إبراهيم هو الاسم الفني بينما اسمه الحقيقي هو فراس إبراهيم قهوجي هو خريج قسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وعضو عامل في نقابة الفنانين في سوريا وعضو عامل في نقابة المهن التمثيلية في مصر وعضو في غرفتي التجارة والصناعة في دمشق وعضو في غرفة التجارة والصناعة في مصر وعضو في اتحاد منتجي البحر الأبيض المتوسط شغل منصب مدير معرض العرب والعالم الذي أقيم في دمشق عام الفان واثنان وعضو لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام الفان وخمسة كما شغل منصب أمين سر لجنة صناعة السينما والتلفزيون في سوريا بين عامي الفان واربعة الفان وثمانية حصل على جائزة أفضل ممثل عربي دور أول في مهرجان القاهرة للإعلام العربي الرابع عام الفان وثمانية عن دوره في مسلسل ليل ورجال شارك فراس إبراهيم في عشرات الأعمال التلفزيونية السورية والعربية من أهمها أسمهان في حضرة الغياب ليل ورجال أهل المدينة أسير الانتقام خان الحرير أسعد الوراقة القيد الدرب الشائك اغتيال شمس سيرة آل جلالي أعيد صباحي حروف يكتبها المطر مخالب الياسمين حمام القيشاني أبو كامل الحلم البرتقالي صهيل الألم شبكة العنكبوت شجرة النارنج العروس أوراق الزمن المر خط النهاية وإلى لقاء آخر ورده لخريف العمر رائحة الروح البارعون بين الغيوم كما شارك فراس إبراهيم في بطولة مسرحية أرزة لبنان مع المسرح المتجول المصري كما شارك في بطولة مسرحية مفاصل صخرة مع المسرح القومي السوري لديه مشاركات عديدة في عدة إذاعات مثل إذاعة الشرق الأوسط وصوت العرب في مصر وإذاعة دمشق عمل فراس إبراهيم في نطاق التوزيع والتسويق الفني وقام بتسويق مئات الساعات التلفزيونية من الإنتاج السوري من عام 1992 وحتى عام 2000 أسس في عام 2000 مؤسسة فراس للإنتاج والتوزيع الفني التي أنتجت العديد من المسلسلات الهامة وحصلت عليها الكثير من الجوائز في المهرجانات العربية المختلفة وهي في حضرة الغياب أسمهان ليل ورجال أهل المدينة أسيرة الأنتقام أعيد صباحي حروف يكتبها المطر هو من أب سوري وأم مصرية ويحمل الجنسيتين السورية هو المصرية وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر